بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد الحاج من قلب مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة والآن كارثة تضاف إلى حجم الكوارث الذي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني والأزمات هذه الكارثة بقطع الاتصالات الأريد وجوال والإنترنت هذا معنى أنه لا نعلم ماذا يحدث في الميدان من إصابات ومن ضحايا جراء الحرب والعدوان الإسرائيلي على أبنائنا في قطاع غزة لا أحد يعرف لا ضبط الإصعاف ولا الدفاع المدني يعرف ماذا يحدث انقطع الاتصال تماما بين مستشفى شهداء الأقصى وبين وزارة الصحة ولا يوجد أي اتصال هذا معناته أن كارثة حقيقية ستحل بكل المرضى وبكل الجرحى وبكل المصابين في الميدان نناشد نناشد كل العالم بتدخل السريع لوقف هذه الإبادة الحقيقية لأبناء شعبنا في قطاع غزة